مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم اجدتكم بالدبارة جديدة اليوم مش نعمل مع بعضنا تشيش بالقرنيت الوصفة هذي تعلمت على مرة عمي بنينا برشا تجربوها وتعجبكم الوصفة عملت معها كتباق جانبي كمونية بالقرنيت توخلكم رابط متاحة تحت في صندوق الوصف وصفة بنينا برشا الأطباق ضمزوز يعتبروا من الأطباق المفضلة عندي بالحق نحب القرنيت في الأكل يعجبني برشا 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 يلا نمشيه للمقادير وطريقة التحذير مع بعضهم وبطبيعة ما تنسوش بش تعمل عصيرة قارس على شربة الشيش اللي بالقرنيت بالنسبة للمقادير اللي هنا بش نستحقوا استعملت ثلاثة قرنيتة صغار عندي هنا مغيرفة صغيرة كركم مغيرفة صغيرة تابل مغيرفة صغيرة فلفل أحمر ومغيرفة صغيرة ملح شوفوا مغرفة صغيرة شنية مغرفة قهوة وعندي هنا زادة مغرفة قهوة ولا زوز مغرفة ممكن متاع ثوم يعني ما يعادل سنتين متاع ثوم مكبر عندي زادة نصف ملعقة صغيرة متاع قهوة من البسباس شوفوا القرنيتة اللي بش نستعملوا كيف نوة بش نقطعوا جويد عندي زادة كيف كيف بصلة صغيرة وعندي مقدار 200 جرام شربة فريق ولا شربة شيش دونك متوم تتحكموا في الكمية خاطر فما نستحب تاكل الشربة جيريا برشة فما نستحب تاكلها عاقدة شوية كل واحد وكيفاش يحب اما هي بصراحة الشربة هذي بنا على بنا عندكم الشربة هذي ولا الشربة دي بالحوت اسفقسية ولا قرقنا يسميها الشربة بالسمك بنينا 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 على الاخر من الحاجات الصحية اللي تتاكل في رمضان شربة الافريق ولا شربة الافريق اللي بالسمكة ولا اللي بالقرنيت دونك اول حاجة بش نعملوها بش ناخدوا مقدار متاع زيت كيكا حكيت خمسين ميلي لتر ولا أربعين ميلي لتر جوز شوية ثلاثة أربع مغارف زيت بش نقلو فيها كل بصلة الصغيرة منحمرو هاش جوز نقلوها شوية وكهو ومبعطيلي بش نلحقو عليها القرنيت القرنيت الاسباق كيف ما شفتوا قطعناه فمشكون يحطهم دي جران مرسو اما دي بتيت مرسو خير بش كل واحد دي كتجيه طرف دونك بش نحطو الملح وفلفل الأحمر والكركم والتابل دونك ملعقة قهوة من كل نوع ملح وفلفل أحمر تنجمو تحطو فلفل كحرهوة بالنسبة ليه ما نطيبش به خاطر كاو نطيبش به وكاو فما مشاكل في المعد دونك هنا بش نزيد عليهم سنتين ثوم مرفوسين معنى هم محكويين ولا مرفوسين هم سنتين ثوم مدقوقين وبش نزيد لهنا الطرف متاع البسبيس الي هي نكتة بسبيس نكتة فريمون نكتة بسبيس ومحكار متاع ملعقة أكل غير ممتلئة من الطماطم المصبرة ولا معجون الطماطم وبش نحركها مليح مليح خاطر دجال القرنيت بش يسيب ماء هراهو تستنيوا كدجال سيب ماء استنيوا شوي حتى كتحسوا عاود شي حمرو اخر بكثر ممتلومة تقلوا فيه واللوتون اللي هو معناها تقلى مليح وسيب ماء كيف ما تشوفوا هنا تحسوها بدي نقص المنسوب متاع الماء اللي سيبوا القرنيت ما زدنا حاتشي لهنا طوى بش نزيدوا عليه مقدار متاع فنجين صغير ما هو الحقيقة مش فنجين صغير بش تغموه شوية لكن من بعد راكم بش استحقوا انكم مزيدوا ماء اخر هذك علاش لازمكم مزيدوا ماء المهم خاطر هو يشرب الماء يعني مش تزيدوا كاس ومش فنجين يزمكم تحطوا كمية متاع ماء لان يوصل الوضن بش يغليوا تشيش فهمتو خاطر فما مرزت فنجين صغير قاعد في مخي لحكاية راسخة ما هو لا يراهو يزمكم مزيدوا مقدار متاع نصف لتر من الماء واتخليوه يغلي مليح وتصبو عليها تشيش ومبعتلي تستناهو تشيش حتى ليني طيب ومبعتلي تصبوه في الصحفة وكلو صحا وبشفاء بالنسبة لي شخصيا نحب القوامة ذاكا في الشربة فما ناس تاكلو الشربة جارية برش كل واحد حرة تنجم تعمل شربة متاعك جارية كما تنجم تعمل شربة متاعك معناها خاطرة تعمل عليها عسرة قارس وتاكلو صحا وبشفاء نخليكم الى اللقاء ان شاء الله في في فيديو اخر شكرا